إن ما يحصل اليوم داخل الإطار هو تنافس أم تسقيط يوجد فرق بين التنافس وبين التسقيط أنتوا يجب أن نقول الحقيقة هو تنافس أم حالة تسقيطية أنا أعتقد تنافس ما وصلنا للحالة التسقيطية الله ليه وصلنا يا إن شاء الله أنا أعتقد تنافس دللي دللي يعني ماشي دللي بالملموس وبالواقع وبموجب المعطيات أن الذي يجري هو تنافس وليس تسقيط ما التسقيط وصل للقضاء هو أنا التنافس شنو علاقة القضاء بالتنافس مارسوا سياسة أنظر حولك لا القضاء عندما أي جهة سياسية تذهب للقضاء إذن أكو حالة إيجابية لماذا ذهبنا للقضاء حتى نحتكم إلى القضاء حتى تسير الأمور بالاتجاه الصحيح هذا لا يعني التسقيط عندما نذهب إلى القضاء بالعكس هذا شيء إيجابي ممكن أن نتمسك به عندما يكون القضاء هو الفيصل بين كقوى السياسية أو أفراد أو بعض المشاكل التي تحدث سواء ما حدث مؤخرا في مكتب السيد رئيس الوزراء أو الأمور الأخرى أنا أعتقد هذا شيء إيجابي عندما نذهب باتجاه القضاء ولا يوجد تسقيط بالقضاء القضاء هو ليس سبة حتى نقول تسقيط وبالتالي نعم هناك أعتقد نوع من التنافس ربما يعتقد بعض القوى السياسية أن النجاحات أو الحال الرضا للشارع العراقي اليوم لحكومة السيد السوداني ربما تأخذ من جزء من بعض الجماهير وأنا أعتقد هذا الشيء لا يا أستاذ هذه النظرة سياسية غير صحيحة يا أستاذ عقيل الناس مفتشة باللبن القصة بعد ما تحتاج دبلوماسيات الشك صارت شبير والتصرفات صارت مملة شنو أن هناك بعضا من الرضا قد أغاض فلان ما يغتاظ إلى جهنم وبيس المصير اللي أخذ فرسته واشتغل اللي يحاول أن يتجاوز على حقوق العراقيين لأنه في يوما كان زعيم يروح يفتح لتشمبر أو يرجع لتشمبره كافي كافي اللي دا يصير بالشعب سيد الكريم ليش ما نتواجه سيد عقيل ليش ما نتواجه عن حالات فردية خلونا نتواجه هذه الحالات فيها زعماء نحن ذكرنا فيها زعماء ذكرنا حالات فردية نعم لكن الغالبية في قوى الإطار اليوم تدعم هذه الحكومة وتريد لها النجاح لأن نجاح هذه الحكومة هو نعم يعني راح يلقي بظلالة على الجميع سواء على قوى الإطار أو القوى الأخرى يعني بشكل عام اليوم أكون نهج وطني أكون حالات لبناء يعني مستقبل صحيح للعراق ما تقوم به يعني الشركات اليوم سواء في طريق التنمية في طريق ميناء الفاو الكبير المدن السكنية المدن الصناعية هذا يؤسس اليوم لدولة حضرية مدنية قادمة إن شاء الله بالطريق وهذا أكيد يحتاج التفاة في القوى السياسية ويحتاج دعم من أجل نجاح الجميع أنا أقول اليوم إذا كان هناك حالة من التسقيط هذا غير مقبول ترجمة نانسي قنقر